السلام عليكم كل عام وأنتم بخير مبارك عليكم شهر رمضان هذه حلقة خاصة من ترو جيمينج نجاو فيها أسألتكم اللي كتبتوها لنا في التعليقات اللي في اليوتيوب لما نحطينا لكم البوست اللي سألناكم فيه أشياء أهم أسألتكم اخترنا أسئلة حلوة في أسئلة انتوا عطيتوها لايك رفعتوها الفوق هذه اخترناها بعد لأنكم متفقين أنكم ودكم تسمعون الجواب حقها فخلونا نبدأ سؤال التالي محمد العنزي يسأل عمران مستمر بالحركات الرخيصة ولا لا أبشترك عمران سفرتها خروج نهائي لأمريكا إن شاء الله ما يرجع لا لا أمزح عمران راح أمريكا عشان يحضر إفنت Call of Duty Black Ops 4 يمثل ترو جيمينج يمثل علام الشرق الأوسط مع مجموعة الإعلاميين حاضرين يشوفون اللعبة وبنوريكم إياها على القناة انتبهوا هذا مقطع رهيب جاي في الطريق السؤال التالي من مستر زو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومبارك عليكم الشهر ومبارك عليك لماذا لا تقومون مقاطع تختيم أكثر لأن تعليقكم مع بعض رائع يعطيك العافية شكرا لك حاب تعليقنا مع بعض التختيم يأخذ وقت لما تبدأ بلعبة وتكون مدة اللعبة 12 ساعة هذه طبعا أقل الألعاب حاليومين 12 ساعة معناتها لازم نسجل 12 مقطع مدة كل واحد ساعة كاملة يأخذ وقت يتطلب أننا كلنا نكون موجودين مع بعض فعمليا صعب أننا ندخل في التختيم ناس قليلين اللي في اليوتيوب حاليا اللي دخلين في التختيم لكن أنا شايف طلب كثير منكم على التختيم فممكن نجربها مستقبلا إذا كانت لعبة قصيرة أو شي ونشوف ردة فعل الجمهور لماذا لا؟ لخ توكيو كوربان يسأل كم المدة التي تحتاجونها عشان تمنتجون فيديو من التصوير إلى الرفع في اليوتيوب صراحة أن يعطيك إجابة واحدة مرة ما ينفع لأن الفيديوهات كثيرة أحيانا نصور في المكتب أحيانا نطلع براء المكتب نصور أحيانا نصور أكثر من مقطع أحيانا خصوصا إذا كان تجربة لعبة أحيانا نسجل ساعة كاملة عشان منتج لكم مقطع عشر دقائق فلكم تتخيلون قد إيش يخذ مننا وقت عشان نخلص لكن يعني عشان أعطيك إجابة بسيطة أتفه مقطع أسهل مقطع ممكن نشتغل عليه كتصوير ومنتاج مع بعض ما يأخذ أقل من ساعة الأخ بدون طفش يسأل إيش اللي يحفزك أنك تنزل فيديوهات في اليوتيوب أكثر شي حفزنا لما أنتم تجون وتعطوننا لايك أكثر شي حفزنا لما أنتم تجون وتشتركون في القناة هذه الأشياء تشجعنا تحسسنا أن هناك واحد قاعد يتابعنا في واحد تحب الشيء اللي إحنا قاعدين نسويه أنت كأنك لاعب لعب كرة قدم تروح في الملعب لما يشجعونك الجمهور لما تسجل هدف لما تسوي شيء تتحمس أنك تسوي أكثر تبتشوف ردة فعلهم تبتشوف أنك كيف تكبر في عيونهم لكن تروح ملعب فاضي ما بتتحمس تخيل لو ما أحد يتابع قناتنا ولا ما أحد نشترك فيها كان ما أحفزنا فكل ما يزيد هذا الشيء كل ما يزيد الحماس عندنا لأن نقدم شيء أكثر السؤال هذا من تويتي يقول لماذا أنتم أحسن ناس؟ سؤال محرج كان بس يعني شكرا لكم لأنكم أنتم تعتقدون أننا أحسن ناس وإن شاء الله دائما نبقى أحسن ناس في عيونكم الآن نذهب إلى دكتور كول دكتور كول يقول من أحسن يوتيبر عندكم وماذا برنامجكم في رمضان وأيضا أنتم قناة سطورية استمروا أول شيء أعطيك العافية أنت اليسطوري أنتم اليسطوريين كل واحد يقول عننا سطوري هو سطوري من يوتيبر مفضل عندنا؟ والله هذا سؤال صعب لأنني حرام يعني لو تكلمت الآن ما رح أعطي كل اليوتيبرس حقهم في ناس كثيرين رهيبين لكن يعني كل واحد فيهم يعجبك لسبب معين يعني مثلا بندريته أنا أحب أطالعه لأنني أحب أشوفه وهو يلعب سوبر ماريو مايكر ويحاول يلعب المراحل الصعبة ويختمها مثلا صالح أو بلس أحب أتفرج عليه لما يجيب أشياء غريبة من أمازون ويستعرضها في قناته ففي ناس كثيرين وكل واحد لم يزته وله تميزه في تخصص خاص فنحب يوتيبرس كثيرين وإش نظامنا برمضان نظامنا برمضان هالسنة أنا أريد أن نسوي شيء ما قد سويناه من زمان مرغم أننا حاولنا وهو أن ننزل مقطع كل يوم إلى ما يجي وقت العشر إلى آخر فإن شاء الله أننا نقدر نسوي هذا الشيء أنتوا بتدعمونا إن شاء الله باللايك والاشتراك وبالتعليقات حقتكم عشان نكمل وننزل مقطع يوميا في رمضان وبإذن الله نقدر عليها سؤالي بعدها من الأخ فيصل يسأل كيف كانت بدايتكم في اليوتيوب وهل أنتم مقتنعين بالليل تسوينا واحد من الأشياء التي ناس كثيرين لا يعرفونها أن قناتنا بدأت في اليوتيوب عام 2007 يعني يا شباب لها 11 سنة في اليوتيوب نحن من أول مواقع الألعاب إذا لم نكننا أول موقع الألعاب يستسلوا قناة في اليوتيوب وطبعا من ذاك الوقت ونشتغل في القناة أكيد مقتنعين مستحيل أن نكمل 11 سنة ونحن لم نقتنعين لماذا فتحنا القناة وقتها كيف كانت بدايتنا بالضبط كان هناك معرض في دبي اسمه GAMES 2008 المعرض هذا كان أول معرض للألعاب يمثل كل الشركات في المنطقة ونحن حضرنا عشان نسوي تغطيتنا لأننا كنا وقتها مأسسين موقعنا اللي في مقالات والناس يقرونها يوميا لكن كنا نبغى محتوى مرئي لأنه بدأ يطلع في ذاك الفترة فيديو من أواعي الفيديوهات التي قمناها وتستطيعون أن ترونها في القناة نفسها في اليوتيوب فهذه كانت أول التغطيات لنا على ذاك الوقت وسبحان الله شاهدوا من أين صلنا من GAMES 2008 في دبي إلى معرض E3 وصلنا نغطي أكبر الأحداث العالمية ولله الحمد وشكرا بعده لدعمكم أنتم جميعا يعطيكم العافية سؤال التالي من الأخ تليا تسأل وش أكثر مقطع تعبته عليه وش أكثر مقطع ندمته عليه طبعا أنا أتكلم عن نفسي لأني ما أقدر أعرف الشباب الثانين بالمقاطع التي يشتغلوها وش أكثر مقطع تعبوا عليه لكن شخصيا مقطع ملفات سرية كيف تحدد أسعار الألعاب في السعودية كان أكثر مقطع تعبت عليه وطولت وأنا أشتغل عليه لأن كان فيه بحث كبير يعني كان واحد مضطر يروح يسأل أسئلة كثيرة للناشرين حقين للعاب للموزعين للمتاجر كيف تحدد الأسعار كل واحد كم يأخذ نسمة من سعر اللعبة كانت أشياء كثيرة وكان موضوع الشائك موضوع أسعار الألعاب في السعودية وقتها والحمد لله أنه كان فيديو يستحق كل التعب الذي جاله لأنه الحمد لله وصل تقريبا حول نصف مليون مشاهدة وتقدرون تشاهدون إذا كان فاتكم على قناتنا فهذا كان أكثر فيديو تعبت عليه من ناحية أكثر فيديو ندمت عليه بالأمانة لا يوجد فيديو ندمت عليه بعدما سويته لكن في فيديو تحسفت أنه نزل في وقت غير الوقت الذي كنت أريده الذي هو مقابلتي مع عصام الشوالي طبعا كانت مقابلة رائعة مقابلة حصرية أول ما أعلنوا أنه فيفا ستصير بالعربي وأجريناها والجمهور عجبتها وشافها وكل شي لكن هذا الكلام كان قبل 6 سنوات اليوتيوب على ذاك الوقت لم يكن بقوته الآن تمنيت أنها صارت الآن أتوقع أنها كانت تجيب مشاهدات أعلى بكثير من التي جبتها ذاك الوقت وبسهولة كان ممكن توصل مليون مشاهدة إكسرا جيمينج يسأل مين كان صاحب فكرة قناة ترو جيمينج طبعا القناة كان عندنا موقع اسمه ترو جيمينج ونحن فتحنا له قناة في اليوتيوب هي ما بدت كقناة هي بدت كموقع واصحاب الفكرة حق الموقع هو أنا وشريكي عمر العمودي اللي أسسناه قبل 14 سنة صال التالي من الأخ الوحش العراقي يسأل وش أكثر مشكلة واجهتكم أثناء مسيرتكم في افتتاح القناة أكثر مشكلة واجهتها تقريبا هو بداية القناة أنه كنا مركزين على الشيء الغلط كنا مركزين على كيف نجيب كاميرات غالية كيف نجيب أغراض محترافية عشان نصور نفسنا ونستينا أننا نشتغل على شيء أهم واللي هو المحتوى كيف ننسوي محتوى أفضل بدون ما نركز كثيرا على جودة التصوير والأشياء التقنية هذا أكثر شيء ضيع وقتنا في بداية القناة وأيضا كان انشغالنا بالموقع اللي خلنا ما نهتم بالقناة ونعتبرها شيء جانبي يعني متى مفضينا نزلنا فيها فيديو كذا يذلنا مزاج فيمكن هذا أكثر شيء تععبنا وشبب لنا مشاكل ببداية القناة السؤال التالي من الأخ محمد أنا ما عدري أنت ممكن تتوقع أنه يطلع في الفيديو هذا لكن كان يسأل هل أنت متزوج أو لا أنا الحمد لله متزوج وزوجتي العزيزة إن شاء الله أنها تكون تتابع الفيديو أطيح وتحية والشباب الثانين أقول لهم إن شاء الله أقبالهم يتزوجون لأنه لا يوجد أحد في فريق تروغيمن غير يتزوج قال لعمر العمودي ولكنه نادر يخرج في القناة ويخرج في البودكاست السؤال التالي من الأخ محسن ساين يسأل سؤال شاطح ماذا هي أكلتك المفضلة أكيد الشومن لا 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 ليس بالشومن لكن أكلتك المفضلة ليس بعيدة صراحة هي نوع من أنواع الباستا يستخدم فيها صوص موبستو لونه أخضر لماذا؟ لأنه مصنوع من الحبق والصنوبر شيء خرافي أنا لم أتوقعته لما شفت لونه أخضر قلت أخضر أما باستا خضرة لكن لما ذكتها صرت معجب فيها طول حياتي الأخ لو أين يسأل هل راح يروح أحد منكم على معرض E3 وإذا رحتوا هل بيكون فيه بلوغ نعم في مجموعة مننا إن شاء الله بتروح معرض E3 وبتسوي لكم تغطيتنا المعتادة السنوية لأن E3 أكبر معرض ألعاب في العالم والإعلانات اللي فيه بتكون ضخمة وتحتاج تغطية فالحمد الله إن كنا أول موقع عربي يروح لمعرض E3 وبنستمر في تغطيتنا هل بنسوي فلوغ ولا لا كل يعتمد على ظروفنا هناك وإيش ممكن يصير نأمن نعطي الأولوية إن نقدم أهم الأشياء الفلوغ واحد من أقل أشياء أهمية لكن إن قدرنا نسوي لماذا لا لا ما أسر عنده سؤال متى تنزل لعبة رسنتي في الأيت وأنا لاحظ أن كثير منكم حط لايك على هذا السؤال يبقى يعرف الإجابة هو بأعطيكم معلومة ليس من المصادر الخاصة معلومة من رأسي كذا لا لا توقعات هي ما أتوقع أن نرى رسنتي في الأيت تعلنها السنة أتوقع أن إعلان رسنتي في الأيت بيكون في معرض E3 السنة الجاية هذا توقع وبشكل كبير جدا وننسى كابكم قاعدة تشتغل على ريميك لعبة رسنتي في الأيت وهذا الريميك لهم فترة يعملون عليه وأتوقع هو اللي بنشوف الفترة الجاية ويتم التركيز عليه من سلسلة سنة تيفل أسألتكم كانت رهيبة يعطيكم العافية اللي شاركوا معنا عن طريق قناة اليوتيوب وحطوا أسألتهم إن شاء الله جاوبنا أسألتكم وعجبتكم لا تنسوني يا شباب دعمكم مستمر ورائع ونحبه لايك مشترك فعل الجرس لا مشترك اشترك بقناتنا وما رح تندب كم معكم محمد بن سامي مع السلامة